في الحادي والعشرين من نوفمبر عام 1949 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا اقترحته فود الهند والعراق وباكستان والولايات المتحدة ينص على أن ليبيا يجب أن تصبح مستقلة قبل مستهل يناير 1952 فصوتوا لصالح القرار بـ 48 صوتا ليعلن في الرابع والعشرين من ديسمبر سنة 1951 إعلانا رسمي لاستقلال ليبيا تحت مسمى المملكة الليبية المتحدة بقيادة الملك محمد إدريس السنوسي لتعيش بعدها ليبيا مرحلة أخرى في لمشمل الأقالم الثلاثة فبعد استقلالها أصبحت المملكة تنقسم إلى ثلاث ولايات هي ولاية ترابلس وبرقة وفزان حيث تمتعت كل ولاية من الولايات الثلاث بالحكم الذاتي من خلال حكومة إقليمية إضافة إلى مجلس نيابي محلي ولاية ترابلس هي الولاية الأكثر سكانا والأصغر مساحة من بين ولايات المملكة الليبية أما فزان هي الولاية الأقل سكانا في حين كانت ولاية برقة الأكبر مساحة بين ولايات المملكة الليبية ليسجل مرة أخرى في عام 1963 حدث تاريخي تمثل في إقرار التعديلات الدستورية وحل الولايات الثلاث لتصبح ليبيا دولة من عشر محافظات لتسير الأمور كما أراد الليبيون خصوصا عقب اكتشاف النفط لتتحسن بعدها الحالة المعيشية للمواطنين وأصبحت التنمية والتطوير أهم يشغل بال المملكة وقتها إلا أن كل ما حققته المملكة لم يصمت كثيرا بسبب انقلاب سبتمبر إلى أن الأخير لم يستطع محوى التاريخ ومنعه من عقول وقلوب الليبيين كما فعل على أرض الواقع في فترة حكمه لتعود ليبيا مجددا بعد نجاح ثورة فبراير تحتفل بعيد استقلالها وخروجها من دائرة الاستبداد والظلم والوصاية